بسم الله هنبدأ شرح الـ FreeCAD برنامج ببرامج الـ OwnSource وفيه أدوات كثيرة جدا من أدوات الكاد وفيه أدوات برضه من أدوات الـ BIM ويستخدم بقوة جدا فيما كده بكثيرة مثل ان هو مجاني وسهل الاستخدام وسهل ان انت تعلم عليه وتشغل عليه ادوات مثلا ممكن ناجي هنا ده هنا باختار الوجه بتحتي بحيث حدد انا هنشتغل في ايه ممكن هنشتغل مثلا ارتكشور فجيب الأدوات اللي هتخليني ارسم الباب هتخليني ارسم Structure Object هتخليني ارسم مثلا بواب شبابيك زي ما نعايز ممكن نقول له لقد انا عايزة ارسم sketch سريع ممكن نقول له لقد انا عايزة ارسم boss عايزة ارسم point عايزة ارسم مثلا بارت هاجي هنا دلوقتي بقى لها عندنا ارسم مكعب ارسم cylinder ارسم sphere خليني نقول له مثلا انا عايزة ارسم مكعب هو ارسم للمكعب بس انا عايزة حدد الابعب بتحته فبعمل على select وبدخل هنا في الموديل اقول له انا عايز اللينس بتاعه مثلا يبقى 90 الويتس عايزه 80 الهاي 70 ايه ارقام يعني تمام ممكن بقى اشوفه بقى يمين شمال من فوق من تحت زي ما انا عايز تمام او اشوف 3d اخر واحدة بتخليين اشوفه 3d تمام هاجي هنا اقول له انا عايز المكعب دوت عايز ارحله يمين شمال اللي زي ما انا عايز هاجي هنا اقول له انا عايز position مثلا خلي x تحرك 90 تمام خلي y تحرك 80 تمام ممكن هاجي هنا اقول له show selection واردين الحاجة اللي انا عامل لها select دلوقتي او اقول له الكيوب دوت delete اغير اسمه انا عايز مسلا اسميه كيوب 3d اجي هنا اقول له انا عايز اختار له اللون عايز اختار مثلا appearance اقول له هنا انا عايز الشكل دوت يكون شكله مسلا احمر الخطوط line اعايزها بالشكل دوت تمام عايز الماتيريال اختار له الماتيريال بتاعته طيب اللي انت عايزه flatline ولا shaded ولا wireframe ولا مجرب بس النقط بس اللي تظهر point بشكل دوت انت بدأ تختار الحاجة اللي انت عايزها طيب عايزه يبقى فيه شفافية ولا ما ما يبقاش فيه شفافية ويبقى فيه سرقة زي ما انت عايز الخطوط نفسها عايزها شفافة ولا لا تمام كل الحاجات دي تظهر تحكم فيها في البراميج دوت وبيديك بها امكانية ممكن ترسل مسلا سفير تعدل فيها زي ما انت عايز زي ما نشوفنا هنا تقبرها مسلا بالشكل دوت تمام ممكن تقول له لا ده انا عايزها بش كامل انا عايزها مثلا 180 بالشكل دوت او تخليها نص تخليها على شكل بيت زي مثلا تقطاهم على 6 حتة او 8 حتة تمام زي ما انت عايز خلها 4 حتة عشان الرجيم يعني تمام طيب ده برنامج ببساطة جدا زي ما انت شاف انه سهل جدا وفيه امكانية قوية جدا لو انت عايز تعمل لو عايز تعمل الاسترود لو عايز تعمل الريفولف لو عايز تعمل ميرور زي ما انت عايز انا شوف مع بعض الحاجات دي بعدين